اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تكلموا لهم الكفار أنتم كنتم مسلمين ما نفعكم إسلامكم كنتم معنا اكترتم معنا في النار أنتم ونحن استواءهم قالوا نحن دخلنا النار بذنوب عملناها واستوجبنا دخولها وسنخرج منها لما شمت بهم الكفار أمر الله أن يخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله على ما أعمل فأخرجوا جميعا فبرق الكفار يتمنون لو كانوا مسلمين هذه ندامة الأبد أخذك بابا من أبواب الجنة هذا النيران والطبقات جهنم ذكر الله تبارك وتعالى أنها سبط وقلنا لكم في سورة البقرة أن الإنسان جبل على هذه الأشياء على هذه العناصر الأربعة الإنسان فيه الحسد والإنسان فيه الحرص والإنسان فيه الغضب وفيه الشهوة أربعون ثلاثة منها الحسد تزوج الحقد صاروا خمسا والحرص تزوج البخلة صاروا ستة والغضب تزوج الكبر والشهوة باقية لا تتزوج تكون مع كل واحدة هذه الشبعة في الإنسان فلهذا جاء طبقة النيران صدا كما توجدت صحة لفضلت لكم القرآن إن المتقين في جنات بساتين وعيون تجري فيها وادخلوها بالسلام صالمين من كل مخوف آمنين من كل فسائل ونزانا ما في صدورهم من غل حقد إخوانا على سرور متقابل لما أراد الله خلود أهل الجنة في الجنة نفع ما في قلوبهم من حقد من غل آدم سكن الجنة بطبيعته الأصلية ما نزع من قلبه الغل فخرج منها في هذه المرة إذا دخلنا الجنة نفع الله من كل قلب ما فيه من غل حتى لا يكون غل فلذا يمكنه الخلود في الجنة قال علي أرجو أن هذه الآية فينا أنا وعثمان وزبير أنا وعثمان وزبير وعيشة زبير خاطبه رسول تقاتله وأنت ظالمه أنه يقتله عليا وهو يضمه لا يمسون بها نصب تعب وما هو منها بمخرجين إذا دخلوا الجنة لا يخرجون منها أبدا لأنه لم يبقى في صدورهم غل نبّي يا محمد يا بادي أني أنا الغفور للمؤمن الرحيم وأن أذابي للعصات هو الأذاب اللليم كلما ذكر وعدا أردفه بوعيد ليكون المؤمن خائفا راجيا أبدا قال نبّي أبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو الأذاب اللليم ولكن أكد رحمة الشد من العذاب أثنى المغفرة لنفسي أنا الغفور الرحيم والعذاب لم يسمده إلى نفسه وأن العذاب هو الأذاب للم يقل أن المؤذمون مؤلم كما قال من خسي الرحمن كلما ذكر وعدا ذكر وعيدا يكون المؤمن يطير بجناحين الخوف ورجاء هذا في حق العوام وما في حق الخواف فيبدلوا خوفهم بالقبض ورجاءهم بالبسط الفرق الخوف لماذا سيستقبل ورجاء لماذا سيستقبل والخواف لا ينتفتون لمستقبل ولا ماض حكمهم حكم وقتهم إذا أرى شيء يحملهم على القبض انقبضوا لحكم الوقت أو انبسطوا لحكم الوقت وإذا طرقوا إلى مرتبة خواف الخواف يبدلان بالأنس والهيبة يتجلال حقه بالجمال فيتأنسون أو يتجلال بالجلال فيتقوا فيهم هيبة وإذا كملوا لا يشاهدون جمالا ولا جلالا بل كمالا مطلقا الله أكبر والنبيهم عن ضيف إبراهيم وهم ملائكة إثناء عشرة أو ثلاثة منهم جبريل ليسوا بالضيف ملائكة ولكن إبراهيم ظنهم ضيفا واسمعهم ضيفا فصدق الله قول إبراهيم فاسمعهم ضيفا إلى آخر الدهر هذا ضيف إبراهيم المكرمين وقد ذكروا حديثا مستنسلا بالضيافة عن الأسودين الماء والتمر السندين المتصل إلى جعفر الصادق من محمد الباقر عن أبي محمد الباقر عن أبي علي زين العبدين عن أبي الحسين عن أبي علي كرم الله وجهه هذا سلسلة الزهبي قال أضاف نار رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأسودين الماء والتمر قال من أضاف مومنا واحدا فكأنما أضاف آدم إنسان إذا وجد ضيفا وأكرمه يكتب له ثواب من أكرم آدم ومن أكرم آدم فقد أكرم جميع بنيه ومن أضاف مومنين فكأنما أضاف آدم وحواء وذكر أن ثلاثة كجبريل وإسرافيل وميكايل والأربعة كقراءة التوراة والإنجيل والزبور والهقام والخمسة كمن صلى الخمسة في الجماعة من أول بدء الخلق إلى انتهائها وستة كأتقي ستين رقبة من ولد إسماعيل والسبعة تغلق عنه أبواب جهنم السبعة والثمانية تفتح له أبواب الجهنم الثمانية وتسعة توجب هسنات ولا تحفى والأسرة توجب أجر من صلى وصام وحج إلى يوم القيامة هذا حديث المسلسل بالضيافة إزهلوا عليه فقالوا سلاما قال إبراهيم إننا منكم وجلون لما عرض لهم طعم فلم يأكلوا خاف منهم قالوا لا ترجل لا تحف إنا رسل ربك نبشرك بغلام عليم ذي علم كثير لإهلاكهم إلا آل اللوت إنها لمنجوهم أجمعين لإيمانهم إلا امرأته وقدرنا إناها من الغابرين الباقين فلما جاء آل اللوت لوتا المرسلون قال لهم إنكم قوم نوكرون لا أعرفكم قالوا بلجيناك بما كانوا القوم يمترون فيه يشكرون وهو الأذاب وأرتيناك بالحق وإنال الصادقون في قولنا فاسر بي أهلك بقطع من الليل وتبي أدبارهم امشي خلفهم ولا يلتفد منكم أحد لألا يرى عظيم ما ينزل بهم وامضوه حيث تمر وهو الشام وقضينا أوحينا إليه ذلك الأمر وهو أن دابر هؤلاء مقصوهم مصبحين يتموا استيصارهم في الصباح وجاء آل المدينة المدينة السدوم وهم قوم لوت لما أخبروا أن في بيت لوت مردا حسانا وهم الملائكة يستفسرون طمعا في فعل الفاحثة بهم قال لوت إن هؤلاء ضيفه فلا تفضحون واتقوا الله لا تغذون بقصدكم إياهم بفعل الفاحثة بهم قالوا أولم ننهك عن العالمين نهيناك عن الضيوف قال هؤلاء بنات إن كنتم فاعلين مع سردون من قضاء الشهوة فتسوجوهن قال تعالى لعمرك يا محمد صلى الله عليه وسلم إنهم لفي سكرتهم يحمهون أقسم الجليل تبارك وتعالى بحيات الرسول صلى الله عليه وسلم ما أقسم بحيات المخلوق قبل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى أقسم بنفسه في القرآن في سبعة مواضيع وأقسم بالباقي على مخلوقاته وأقسم بحيات النبي صلى الله عليه وسلم تكرمة له لعمرك إنهم لفي سكرتهم يحمهون ولما يقسم الجليل تبارك وتعالى يقسم للمؤمنين أو للكافرين الكافرون لا يصدقون على كل هذا والمؤمنون لا يحتاجون لقسمه تبارك وتعالى فهم مصدقون مؤمنون عادة الأرب أنهم يقسمون في كلامهم والقرآن عربي يأتي على مسوق كلام الأرب فلهذا جاء فيه القسم وكما أن الإنسان يقسم بحيات حبيبه يقول له لعمرك فالله تبارك وتعالى أقسم بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم كما أقسم ببلده وهذا البلد الأمين وكما أقسم بعصره والعصر إن الإنسان لفيه يخفر فأخذ لهم صيحة جبريل المسرقين وقت الشوق الشمس فجعلنا عاليا قرآهم سافلها لأن رفعها جبريل إلى السماعي وأسقطها مقلوبة إلى الأرض وأمطرنا عليهم حجارة من فجيل طين طبخ بالنار إن في ذلك المذكور لآيات دلالات على وحدانية الله للمتوسمين الناظرين والمعتبرين أي أهل الفراسة يقول رسول كان في من قبلكم محدثون أي ملهمون يتكلم الملك في قلوبهم إن يكون فيكم فأمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بالنور الله اتقوا فراسة العلماء الله سبارك وسأل يننور قلب عبده حتى يتفرس فتكون فراسته صحيحة جلس سيدنا عطمان من أطفان وحوله جماعة من الصحابة فقال يوشكوا أن أرى في عيني أحدكم زنا قالوا أواحي بعد رسول الله قال الله ولكن فراسة المؤمن وصح ما كان يتفرر إن في ذلك لا آية لا عبرة للمؤمنين وإنه كان أصحاب لايكة في أغيضة سجر بقرب المدين وهم قوم شعب لظالمين بتكذيبهم شعبا فانتقمنا منهم بأن أهلكناهم بشدة الحر وإنهما أي قراء قوم الغت وليكة الذي إمام طريق مبين واضح يراها أهل مكة أفلا يعتبرون ولقد كذب أصحاب الحجر وعد بين المدينة والشام وهم سمود المرسلين بتكذيبهم صالحا لأنه تكذيب لباقي رسول باشتراكهم في المجيء بالتوحيد وآتناهم آياتنا في الناقة فكانوا هنا مؤردين لا يتفكرون ما تفكروا العبد لا بد له من أن يتفكر إذا تفكر في آلاء الله لا بد أن يؤدي شكر شكر الله تبارك وتعالى وإذا تفكر في آياته يسداد عبرتا وإيمانا وإذا تفكر في خفص نفته يحر من النفط ويستغرب عباده الله تبارك وتعالى فلهذا التفكر ساعة خار من عبادة السمج وكان يلحطون من الزبال بلوة آمين فأحضرهم الصيحة المصبهين وقت الصباح فما أخنا دفع عنهم ما كانوا يكسبون من بناء الحسون وما خرقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإلا ساعة لا آتية لا محالة فيجازي كل أهد بعمله فالصح يا محمد صلى الله عليه وسلم عن قومك الصفح الجميل أعرض عنهم إرادا لا جساء فيه وهذا منصوف بآية السيخ من ربك هو الخلاق لكل شيء العليم بكل شيء وَلَقَدْ أَيْنَاكَ سَبْءًا مِنَ الْمَثَانِينَ قَالَ الصَّلَّىٰهِ وَسَلَّمْ هِيَا الْفَاتِهَةُ صَرَوَ الشَّيْخَانَ لأنها تصنى في كل راكات والقرآن العظيم وهو القرآن العظيم أيضا لَا تَمُدَّنَا إِنَاكَ إِلَا مَمَتَنَا بِيَا أَسْوَاجًا مِهُمْ وَلَا تَصَنَا عَلَيْهِمْ وَأَخْفِدْ جَنَاحَكَ لِلْمُوبِنِينَ الله سبارك وتعالى أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم السبع المثاني هي آيات الفاتحة سميت سبع المثاني لأنها تصنى في كل راكات أو لأن أرفعها مُسَنَّاتٌ كلما رحمن الرحيم رحمن الرحيم إِيَّا تَنَابُدُ وِيَّا تَمَسْتَعِمُ إذن الثلاثة المستقيم سلاثة الذين ننسى عليهم غير المغضوات كلماتها مُسَنَّاتٌ أو هي تُقرأ في كل ثلاثة أو هي تضمن صناء على الله تبارك وترعراء وهي فاتحة الكتاب وهي القرآن العظيم أيضا فقال لَا تَمُدَّنَا عَيْنَيكَ إِلَا مَمَا تَعْنَا بِهِ أَسْوَاجًا حيث أن الله أعطاك هذه تحفة الكبيرة التي فاتحة الكتاب فلا تنظر إلا ما وجد أبناء الدنيا من زينة الدنيا فلهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أعطاه الله الإيمان وحفظ فاتحة الكتاب فظلنا أن الله أعطى عبدا أكبر مما أعطاه فقد حظم حقيرا وحقر عظيما لهذا رسول صلى الله عليه وسلم أُتي بمئة إبل أشارا أبض حمر نوق كل واحد منها حامل فلما قربت منه صلى الله عليه وسلم أغمض عينيه فقال ضعوة هذه صدقات وفرقها في الفقراء والمساكين الله يقول لي وَلَقَدْ أَرْهِنَاكَ سَبَاً مِنَا الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ عَظِيمِ لَا يَتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَسْوَجًا وَهَذَا أَحْسَنُ مَا أَوْطِئَ الْعَرَبُ فَزَادَ فيه صدق هذا هو الأعطاء الباقي يقرب إلى الله تبارك وتعالى لا يعطيه الله إلا من أحبه والدنيا مَتَعُ الْغُرُورِ الله يسوقها إلى كل نمرود وحرعون وفراسق وكافر لا يبالي لأنها لا تثن عنده جناحة بعضة لو كانت الدنيا تثن عند الله جناحة بعضة ما فقى كافر منها شربة ما لما لم تساوي جناحة بعضة ساقها إلى كل عدو له وحرم أحبابه تجد كافرا فاسقا يملك دورا وعقارا كثيرة وتجد عالما تقيا ورعا يسكن بيتا بالكراء ولكن ليس هذا الدنيا ليس لها قيمة عند الله تبارك وتعالى أبناء الدنيا جعلوا القيمة في المال والجاه مبلغ علمهم ذلك من توفر عنده الأموال ورياثة يقول هذا هو الذي عطاه الله تبارك وتعالى والذي رفعه الله والله يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وعمالكم أتفاوت هناك أما الدنيا فمتع الغرور وإذا تأملت في حقيقة الدنيا تجد حال الغني وحال الفقير سواء أو متقاربا بإنسان ولو بلغ ما بلغ من الغنى لا يزيد على لقمة عنش لقمة يأكلها ولباس يحصر به صوته ويتنفس في الهواء فقط يأكل ويسرب وينبس ويتنفس في الهواء إذا ملجت الدنيا بحوافرها لا تجد منها غير هذا الإنسان إذا كان فقيرا ليس عنده شيء كل يوم يأكل ويسرب ويلبس ويتنفس في الهواء أي فرق إن كان فرقا فخفيف لا يساوي محاربة الله يتبارك رسالة والله يقول للعبد خلقتك لأن تعبدني فلا تتأب وفرقت من رزقك فلا تتأب إن غضيت بما قسمت لك أعطيتك راحة القلب والجنة والجنة وإن لم ترضى بما قسمت لك فلسوف أصلت عليك الدنيا تركض مشرقا ومغربا كالوحوش في جميع البرار تدور ولا تسيد مما قسمت لك الشيئة وحفظ جماعك للمؤمنين ألن جنابك للمؤمنين وقل إني أنا النذير من عذاب الله المبين كما أنظرنا العذاب على المقتسمين اليهود والنصارى الذين جعلوا القرآن يظين كأي كتبهم المنسلت عليهم نضينا أجزاء حيث آمنوا ببعضهم وكفروا ببعضهم وقل المراد بالذين اقتصموا طلق مكتة يصدون الناس عن الإسلام قال بعضهم في القرآن شهر وبعضهم كهنة وبعضهم شعر المقتسمين اليهود أو كفار مكتة أو هم جميعنا كفار مكتة لما قرب الحج ويعلمون أن القبائل كلنا ستردوا إلى مكتة اجتمعوا وقالوا نمروا ماذا نقول لوافدين علينا لا بد أن يسألونا أن أمر محمد وإلا إذا غفلنا سيطابعنا محمد على ما هو فيه فقالوا نقول السحر قال بعضهم نقول كهنة بعضهم نقول شعر بعضهم نقول أنه مجنون وهذا جنون قالوا نعم إذا ما نختصم طلق الموصلة إلى مكتة كل طريق نضع فيها جماعة إذا مر بهم قافلة يخبرونهم أن محمد صاحر أو محمد كاهن أو محمد شاعر أو محمد مجنون فاقتصموا طلق مكتة ليصد الناس عن سبيل الله فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلْنَهُمْ أَجْمَعِينَ أَقْصَمَ الْجَلِيدُ أَنَّهُ سَيَسْأَلُهُمْ يَوَمَ الْقِيَامَةِ سُعَلَ تَوْبِيخِينَ هَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاسْدَعْ يَا مُحَمَّدْ بِمَّا تُعْمَرْ أَجْهَرْ بِهِ وَمْضِيْ وَعَارِضْ عَنِ الْمُسْرِكِينَ هذا قبل الأمر بالجهار إِنَّا كَفَيْنَاكَ المُسْتَفِئِينَ وِكَرْ كان خمسة من الكفار مكة يستهفئون برسول صلى الله عليه وسلم هم الذين شددوا الإذاية على النبي صلى الله عليه وسلم وصبوه بالشار والنصر وبكل ما عوطوا من قوتهم في البلاغة تكلموا في رسول صلى الله عليه وسلم وليد من المغيرسة عاصي من وائل عادين من قيسة لسول من المتلب لسول من أبي خسر هذا صواب وعليم وحارف هؤلاء عزو النبي صلى الله عليه وسلم وشددوا لجداية عليه فأهلكهم الله و تبارك و تعالى جميعا كلهم قرمار الله بداء لا دواء له حتى مات قال الله و تبارك و تعالى إنا كفينك المستفئين الذين يجعلنا لا إلهان آخر فسوف يعلمون عقبة أمره ولقد نعلمون أنك يضيق صدرك بما يقولنا من الإستساء فالصبح متلبسا بحمد ربك قل سبحان الله و بحمده وكن من الساجدين المصدين وعبو ربك رعاتيك اليقين الموت اليقين هنا الموت ليس كما قال يقول بعض السوفيتي الذين لا قدم لهم في شريعتي أن الإنسان يعبد ربك و يجد اليقين و يترك العبارة العبارة الله لا تسقطوا أبدا إلا بالموت اليقين هنا الموت ليس المشاهدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر